اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في كلمة بالمناسبة أبرز المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل هاشم الإدريسي أن هذه الهيئة ستعمل على خلق آلية مؤسساتية من أجل أن تتمتع العاملات بالوكالة بنفس الحقوق إسوة بنضارائهن من الرجال حيث ستنكب على تعزيز ثقافة المناصفة بين العاملات والعاملين بمختلف أجهزة المؤسسة من خلال الإجابة على الإشكاليات المطروحة ودعا السيد الهاشم الإدريسي هذه الهيئة الجديدة إلى مواكبة ودعم استراتيجية الوكالة الرامية إلى تحقيق المناصفة بشكل فعال وعملي من خلال تقديم حلول سريعة وناجعة فضلا عن مبادرات ملموسة في أفق تحقيق التعيين مناصفة في مناصب المسؤولية وبعد أن سجل التواجد المتواضع للنساء بين رؤساء المصالح والأقصام بالوكالة شدد المدير العام على أن النهوضة بوضعية الأطر النسائية لا يمر عبر خلق المناصب وإسنادها للنساء بل يهم التركيز على كفاءة متساوية لا سيما في الجانب المتعلق بالتأطير والقيادة حتى يتسنى لهذه الأطر إبراز مهارتهن الناعمة هذه اللجنة تعتبر رمزا أننا قطعنا عدة مسارات ولا زالت هناك مسارات أخرى لقطعها من أجل المرأة داخل وكالة المغرب العربي للأنباء وتم تأسيسها كذلك من أجل تقوية مكانة المرأة وتعزيز تمثيليتها ووصولها لمراكز المسؤولية داخل الوكالة خلال هذا اللقاء شرى إبراز أنه عندما تم سنة 2018 بلغت نسبة النساء 38% من مجموع العاملين بالوكالة وهو ما يمثل تحسنا بثلاث نقاط مقارنة مع يناير 2014 وهو تحسن يعزى إلى ارتفاع نسبة توظيف النساء في الوكالة بين سنتين 2014 و2018 حيث بلغت 44% أما على مستوى الجسم الصحفي فقد انتقلت نسبة النساء الصحفيات بالوكالة من 31 إلى 35% خلال نفس الفترة وفي ختام هذا اللقاء تم تقديم المكتب التنفيذي لهيئة المناصفة بوكالة المغرب العربي للأنباء ترجمة نانسي قنقر